التطورات في هذا اليوم هي ثلاثة مواجهات عسكرية منذ ساعات الصباح حتى هذا التوقيت أولى هذه المواجهات كانت عملية إطلاق صواريخ موجهة من قبل حزب الله باتجاه موقع المالكية الواقع قرب أو مواجهة لبلدة عيتارون على الفور قام الإسرائيلي بإطلاق عدد من القذائف المدفعية باتجاه البلدة كما قام أيضا بإطلاق بعض القذائف التي هي من القبة الحديدية على اعتقاد إلى أنها تقوم باعتراض لهذه الصواريخ الاعتراضية وأيضا خرج الإعلام الحربي للحزب الله ليشير إلى أنهم مع تمام الساعة العاشرة استعمل أسلحة مناسبة باتجاه حامية أو موقع المالكية بالتوازي أيضا كان هناك عمليات صفارات الإنذار وتحديدا في الجليل أيضا من الأعلى من منطقة القطاع الأوسط إلى آخر القطاع جهة القطاع الغربي وتحدثت معلومات أن هناك أجسام مشبوهة بمعنى إلى أن طائرات مسيرة باتجاه الداخل فقامت القبة الحديدية بإطلاق عدد من هذه الصواريخ منها ما انفجر في سماء المنطقة ومنها ما وقع على الأرض وهذا ما حصل في بلدة ياطر حيث وقع صاروخ من هذه القبة على سيارة مديرة المدرسة في موقف مخصص للسيارات أمام المدرسة ولم ينفجر الصاروخ وعمل الدفاع المدني بعد ذلك على إخلاء المدرسة وعلى إخلاء التلميذ أيضا منها على قاعدة إلى أن التعليم هو قائم في هذه المدرسة لأنها تبعد من 6 إلى 7 كيلومترات عن خطوط الموجهة منذ بعض الوقت ذكرت الوكالة الوطنية أن مسيرتين قامت بإطلاق عدد من الصواريخ ما بين بلدة بيت ليف وبلدة رامية أيضا في القطاع الأوسط وذكرت الوكالة الوطنية إلى أن هذه الصواريخ سقطت في منطقة خالية يمكن القول إلى أن القصف المدفعي المتقطع يحصل وهذه مسألة تعودنا عليها وأصبحت اعتيادية ولكن التطورات من حيث المواجهات أو من حيث الأعمال العسكرية منذ ساعات الصباح إلى هذا التوقيت يمكن فقط حصرها بهذه العنوين الثلاثة معدى ذلك هي كانت مع ساعات الليل أو أيضا مع ساعات الليل أمس وكان آخرها عملية إطلاق الصواريخ التي أشارت إليه الزميلة في المطل ردا على مقتل مختار بلدة الطيبة حسين علي منصور الذي وقعت عليه قذيفة أيضا مدفعية 155 ولم تنفجر في بلدة بعيدة أيضا نسبيا عن خطوط المواجهات